نفى مدير أسايش إربيل طارق نوري ما تنقلته وسائل أعلام مختلفة حول اعتقال عدد من المرشحين في قوائم عربية داخل محافظات الإقليم مع الأسف هذه الأخبار والشائعات غير صحيحة المرشحين سواء من إقليم كدستان أو في محافظات الوسط والجنوب العراق اللي يجون يزورون أربيل ويشتغلون هم حر في عملهم وفي دعاياتهم وحتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص سواء في إقليم كدستان أو سواء في معافظات العراق الأخرى فهذه الأخبار غير صحيحة أساسا